أما معنا تصريح لأحمد دياب وأكد أحمد دياب نائب رئيس ربطة الأندية المحترفة أن بطل الدوري المصري لهذا الموسم سيستلم الدرع الجديد الذي تم تصميمه أو يتم تصميمه حاليا في إنجلترا وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية الموسم وقال أحمد دياب أن الفائز سيحصل على الدرع الجديد مضيفا أن عوائد البث للأندية في الفترة الحالية هي الأفضل ولأول مرة يكون فيها عوائد مالية للبطولة والفائز بلقب الدوري سيحصل على خمسة ملايين جنيها كما أعلن عن عودة الجماهير بالساعة الكاملة للمدرجات وقال أن ذلك سيحدث قريبا أما على الصعيد الأوروبي فواصل نجمنا المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تقلقه وقيادة فريقه للفوز على برايتون بهدفين لهدف ضمن الجولة الثلاثين من البريمير ليج وفقا لموقع نادي الرسمي سجل محمد صلاح تسعة أهداف ضد برايتون في خمستاشر مباراة وهو أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول سجل هذا الكم من الأهداف في مرمى برايتون ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفا في الدورة الإنجليزي هذا الموسم بفارق هدفين عن متصدر الهدفين إيرلينج هالند مهاجم منشستر سيتي ليصبح نجمنا المصري أول لاعب في تاريخ البريمير ليج يصنع ويسجل عشر أهداف في ثلاث مواسم متتالية وبذلك يمتلك النجم المصري معدل تسجيل وصناعة كل 76 دقيقة في الدورة الإنجليزي هذا الموسم ومستمرين طبعا في أخبارنا الأوروبية وفي قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدورة الإنجليزي الممتاز والذي جمع بين المان سيتي صاحب الأرض وأرسنال صاحب المركز الثالث وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في طبعا التعادل اللي جاء في صالح ليفربول صاحب الصدارة برصيد 67 نقطة ليصبح أرسنال في المركز الثاني برصيد 65 نقطة بينما يتوقف رصيد منشستر سيتي عند 64 نقطة في المركز الثالث واستمرارا لحدثنا عن نجمنا في الخارج قاد نجمنا المصري مصطفى محمد فريق ونانت للفوزة على نيس بهدفين لهدف عن طريق ركلة جزاء ووصل مصطفى محمد بهذه النتيجة التسجيل بقميص فريقه في البطولات المختلفة ليصل إلى هدفه الثامن خلال منافسات الدوري الفرنسي الممتاز وارتقى اللاعب إلى مركز الثامن في جدول ترتيب هداف الدوري الفرنسي حتى الآن أما على صعيد الدوري الإيطالي أشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن أليجري مدارب يوفينتوس يواجه شبح الرحيل عن تدريب فريق السيدة العجوز قبل نهاية الموسم الحالي بعد الخسارة أمام لاتسيو بهدف في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي وذكرت الصحيفة في تقررها أن يوفينتوس لا يستبعد أبدا إقالة مدربه بسبب سلسلة النتائج السلبية هذا الموسم خاصة وأنه لن يتقبل أو لا يتقبل فكرة عدم المشاركة في بطول الدوري أبطال أوروبا للموسم آخر وعلى الصعيد الألماني كشفت صحيفة بلد الألمانية عن طبعا نفي ماكس إبريل المدير الرياضي بنادي بايرن ميونيخ الألماني ما تردت حول عودة ديوليان ناجلسمان مدير المنتخب الألماني الحالي لتدريب بايرن ميونيخ مجددا وذلك خلفا لتوماس طوخل وذكر إبريل أن الإدارة لم تفتح إلى اليوم أي حديث عن مدير فني في الوقت الحالي لكنهم ما زالوا يبحثون عن مدرب وهذا طبعا يرتبط دايما اسم ناجلسمان بعقد مع منتخب ألمانيا حتى بطولة يورو 20-24 وبالتالي لا يوجد تفكير في المدير الفني وصل السنائي الأسباني باولو كوبارسي حضوره اللافت من خلال رقم مميز بصم عليه خلال مباراة برشلونة الأخيرة أمام لاس بالماس والذي انتهت بالفوز بهدف دون رد بالدوري الأسباني وخاض باولو كوبارسي المواجهة الكاملة وقدم مردودا جيدا ومرورا ومرر 91 تمرير خلال مباراة برشلونة لاس بالماس وأكمل منها 87 بشكل صحيح أي بنسبة دقة بلغت 96% ويرغب الفريق الكتالوني في تقديم عرض طويل الأمد إلى كوبارسي من أجل ضمان استمراره ورفقة الفريق وفي تشكيله طبعا الأساسي لعدة سنوات قادمة لإغلاق الباب تماما عن فكرة رحيل اللا في الصيف المقبل